امبارح كانت الحنة بتاعة حفل الزفاف مروان عطية وكثير من الناس انتقدت مروان عطية وكثير من جميع النادي الاهل انتقدوه على فكرة انه بيحتفل قبل مباراة بيرامدز الحفل الزفاف نفسه هيكون يوم لاربع بعد مباراة بيرامدز ولسه مباراة الدولة شغلة وبحثنا في هذا الامر ولو تفتكروا انا امبارح اقولت لكم انا لا قادر انتقد مروان ولا قادر الوم على مارس الكولر يعني الاتنين في موقف صعب مروان في ضغط المواسم وتلاحهم المواسم طبيعي يدور على اي وقت يعمل في حفل الزفاف بتاعه مارس الكولر بطبيعة الحال برضو عايز اللعبة كلها تبقى مركزة جدا في التدريبات والمباراة المتلاحقة فالموضوع صعب جدا انسانيا ورياضيا يعني كل شيء وده برضو عشان ملخص الموضوع يعني انه بسبب الضغط والتلاحهم المواسم احنا يعني الكسس كلها مسكة ببعضها بس هاشرح لك شوية حاجات هاشرح لك شوية حاجات لما دورنا يعني بص يا سيد اولا مروان اعطي حجز موعد فرحه ده انت عارف بقى زي ما كل الناس بتروح تتجاوز تحكيز في قاعة والله امتى انت لسه قدامك ست شهور عبار ما تلاقي مكان فاضي فهو راجل من ست شهور حجز حجز قاعة الافراح دي عشان يتزوج طيب الحجز ده كان بناء على ايه بناء على ربطة الاندية لما قالت انه الدوري هيخلص في منتصف شهر يوليو منتصف شهر يوليو فهو قال لك ايه هستطيع سيب مثلا بتاع عشر تيام اسبوعين وبعد كده اتجاوز بعد نهاية الموسم عشان طبعا بعد اسبوعين هو اللي كان في دماغه هيقول لك طب لا احنا داخلين على معسكر للدوري الجديد فهو لأ قال ان الوقت ده المثالي تبقى للإعلان عن جدول الدوري اللي هيخلص نص شهر سبع فالراجل حجز ماشي الراجل اصلا مران عطية كان فرحه المفروض يبقى شهر سبع السنة اللي فاتت حصل له حالة الوفاة بتاعة والده ربنا يرحمه تأجل الفرح لمدة عام اللي هو تاريخ الجديد اللي هو 24 يوليو يوم الأربعة اللي جاي فهو كمان عنده ظروف صعبة انت سنية صعبة واجب قال له سنة مفروض هيتجاوز وتأجل الفرح لظروف اللي حصلت له طيب مارس الكولر قاعد مع مران عطية وقال له انا الان تكون مش ملكز الفترة دي عشان موضوع الزفاف فمران عطية رد عليه واكد له انه حفل الزفاف ده او الزواج بتاعه هيكون اكبر دافع لي انه يركز اكتر في التدريبات والمباريات وانه ده مش هيأثر عليه تماما مران عطية كمان النهاردة عمل جلسة مع كولر غير جلسة اللي كانت من يومين وجهه له الدعوة طبعا لفرحه وقال له نصا قال له كولر نصا هكون خليكم فاكين بقى لحد ما نشوف ده بقره هكون افضل لاعب في مباراة بيرامد وجاهز تماما للمباراة بمعنويات مرتفعة جدا مرتفعة جدا طيب مران عطية مش الحالة الاولى ده حصل قبل كده مع رامي ربيعة حصل قبل كده مع افشة مؤخرة مع محمد هاني اللعيبة مضطرة مضطرة تعمل حفل الزفاف والزواج في قسط الموسم مضطرة الموسم كلها لازق في بعض اصلا هلاقي وقت منين هلاقي وقت منين خاصة اللعيبة الدولية انت بتخلص مع نديج بتروح للمنتخب تسيب المنتخب ترجع لناديج من معسكر لمعسكر من مباراة لمباراة بالمناسبة الحنة اللي عملها مباراة كان المفروض يعملها اول مباراة من 3 ايام مباراة الالمونيوم في يوم مباراة الالمونيوم مباراة الالمونيوم اصلا كان تاريخها مش ده كان قبلها باسبوعين بس تم تأجيل المباراة او مش اسبوعين ايه اصلا مباراة الالمونيوم كانت 29 مايو فتم تأجيلها من 3 ايام وبالتالي لو بطيت له برضو كل حاجة بيعملها أنا بس بحكي لكم الحكاية دي ليه علشان ما ناخدش الأمور ظاهرية يعني أقوله أنت زاي تروح تعمل حفلة حنة قبل المباراة بتاعت بيرامدز بيومين أنت زاي رايح تتجوز بعد مباراة بيرامدز بيومين يعني في حاجات في حياتنا إنسانية ما ينفعش نجالها ما ينفعش آه احنا منشتغل وبنتعب وبنكتهد ومنركز في شوالنا بس فيه أمور إنسانية ما ينفعش نخفالها أبدا يعني ألف مليون مبروك لمروان مهم جدا زي ما هو قال لكولر إنه ده ما يقصرش على تركيزه عشان أكيد الأهلي في أمس الحاجة المروان أعطيه في الفترة دي أكيد يعني